مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أجدري فيتناس كما نعلم أن الشوفان من أفضل الحبوب الموجودة على الأرض من ناحية الغدائية لاحتوائه على كمية كبيرة من الكيبوهضرات والبروتينات والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات الأخرى لذا فهو أساسي للاعب كمال أسام واليوم أقدم لكم أفضل طريقة لتحضير الشوفان في فترة تدخين أفضل وقت لتناول الشوفان هو في الصباح عندما يكون الجسم في حاجة ماسة إلى الطاقة قبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما لنا إذن على بركة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تكون النار متوسط ونضيف القليل من الزيت مدة طهو حوالي دقيقتين ترجمة نانسي قنقر أو قبل الذهاب إلى التمرين بساعتين هذه الوصفة سوف تساعدك على الزيادة في الوزن ولكن يجب عليك الاهتمام بنظامك الغداء وتناول على الأقل خمس وجبات في اليوم إذ كان المحتوى الذي نقدم لك يعجبك فأتمنى دعمنا بالمشاركة الفيديو مع أصدقائك دعما لنا وإذ كان لديك أي سؤال اطرحه في التعليق ونلتقي في الفيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة